مرة أخرى العسكر إلى صدارة المشهد في إحدى دول الربيع العربي عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني ينصب نفسه رئيسا لمجلس السيادة الانتقالي الجديد في السودان بعد إجراءات جمد فيها الوثيقة الانتقالية وعزل المجلس القديم والحكومة المدنية المنبثقة عنه إعلان واجه كما كان متوقعا رفضا سياسيا من القوى المدنية التي تؤكد عدم شرعية ولا دستورية الإجراءات التي عدتها انقلابا واضحا على الوثيقة الدستورية التي اتفق عليها بين العسكر والتيار المدني في المقابل يرى المؤيدون لقرارات البرهان أن ما جرى هو ثورة تصحيحية ستحقق أهدافها مع استكمال مؤسسات الدولة المدنية وتتجاوز حقبة حكومة حمدوك إلى حكومة جديدة وتشكيل هياكل السلطة القضائية وتعين رئيس للمحكمة الدستورية وبموجب المرسوم الذي أصدره البرهان يضم المجلس الجديد 13 عضوا من بينهم 9 أعضاء احتفظوا بعضويتهم يمثلون الجيش أو مجموعات المسلحين الذين وقعوا اتفاق سلام مع السلطات الانتقالية في عام 2020 فضلا عن آخرين محسوبين على النظام السابق أو متهمين بجرائم حرب كحميتي قائد قوات الرد السريع على المستوى الشعبي لا تزال التظاهرات هي سلاح الشارع المعلن ضد قرارات البرهان والتي يرى فيها السودانيون تراجعا نحو الخلف مع عودة صعود بعض الشخصيات التي تمثل بقايا النظام السابق وأزمة استلاء الجيش على السلطة وعدم وجود حكومة مدنية بالكامل تدير المشهد خلال فترة الانتقال الديمقراطي هذه الفترة التي تمر بمرحلة ولادة عسيرة ستحدد ملامحها وطبيعتها شكل السودان الجديد الذي ذاق مواطنه طعم الحرية ولا يرون عنها بديلا